يلا بينا بقى نكمل برضو بعض الأسئلة نشوف نلحق ناخد سؤال ولا حاجة نبيلة رشوان بتسأل ابني يا دكتور مش عارفة أتعامل معاه ليه بس هو عنده سنة وتمن شهور عنيد قوي ماشي ومن حوالي أسبوع لو قلت له على حاجة لأ يجي له نوبة عياط مستمر ممكن نص ساعة مثلا لو قربت منه عشان أهديه يضربني ويشد شعري وأنا مش عارفة إيه التصرف الصحيح معاه التصرف الصحيح معاه بكل بساطة هو حاجة اسمها توجيه الطاقة طريقة توجيه الطاقة يعني ايه طريقة توجيه الطاقة الطفل اللي عنده سنة وتمن شهور الحقيقة من قبل كده كمان هو طفل قوي قوي الإرادة عنده إرادة وعارف هو عايز إيه حتى لو اللي هو عايزه ده بالنسبة لنا احنا شديد التفاهة أو ملوش لازمة بس هو مقرر هو عايز إيه خلاص كده ولما ينوي الطفل فعل شيء يقرر أن يفعل هذا الشيء هو قرر أنه عايز يجيب يمسك الموبايل اللي في إيدك أو يجيب الحاجة دي اللي محطوط أو يعمل خلاص كده هو قرر بيستدعي جسمه وهذه الإرادة يستدعي قوة لتنفيذ ما يطلب هو عقله روحه وقلبه مقرارة كده أنا هعمل الشيء الفلاني خلاص فلما نيجي احنا نقوله لأ بكل بساطة أو نشيلها من قدامه أو نمنعه هذه الطاقة اللي كان ينوي بها فعل هذا الشيء مش بتتبخر بتتحول إلى صورة تانية من صور الطاقة وهي طاقة الغضب يبتدي يغضب فيعبر عن غضبه ازاي؟ إنه يبتدي يعايد ومش بس كده بقى ده يبتدي يعبر كمان بقديه ورجليه وبتاع اللي انتي بتقولي بيدربه ولا سمح الله ما بيدربش ولا حاجة هو بس يعبر عن غضبه يعني لسه هو ما عندوش الفهم الكامل إن ده حاجة مش كويسة أو إن ده الضرب ده بيزعل أو الكلام ده كله تمام؟ طيب نعمل إيه؟ أول حاجة نسأل نفسنا هو الشيء اللي هو عايزه ده ينفع ولا ما ينفعش؟ مش من وجه يعني من وجهة نظرنا بس من ناحية الأمان خلاص؟ ينفع ولا ما ينفع؟ حتى لو كان أنا عايز أمسك الألم ده خلاص؟ الألم ده بعد الشر هو ممكن يمسكه يقربه من عينه فده خطر يبقى ده ما ينفعش كفهمتو قصدي؟ عايز يمسك المج ده هو المج ده في حاجة سخنة أو حتى لو فاضي هو ممكن يمسكه لو فاضي ممكن يمسكه بس هو أخده منه على طول بس أحقق له الغرب الموبايل ممكن أطفيه وبتاع الريموت آه ممكن الدهول وبساط في التلفزيون عشان ما يلقى بطلناش الدني خلاص؟ عايز يمسك سلسلة المفاتيح بتاعتك آه أمان؟ ولا فيها حاجة ممكن تدفق؟ اسألي نفسك في البداية اسأله نفسكو الشيء ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع خيره بارك ما ينفعش؟ لابد من توفير بديل فوري طب بلاش دي؟ ادي له حاجة تانية يقوم احنا بنعمله حاجة اسمه إيه؟ توجيه الطاقة يعني بنوجه الطاقة بتاعته اللي كان رايح بيها ناحية حاجة ما تنفعش وإحنا خلاص قررنا أنها ما تنفعش ناحية حاجة تنفع فبنلاقي طفل هادي ولا بد أن يكون البديل مثير فعلا للطفل يهتم به يكون حاجة قبل كده احنا عارفين أنه مهتم بيها أو بيهتم بيها أو احنا يعني عارفين أنها هتشغله وهكذا تمام؟ للأسف طبعا الحلقة جريت بسرعة جدا وهكذا الحال دائما في حلقات الأسئلة الحقيقة الأسئلة لا تنتهي وأنا بيكون عندي رغبة دائما الحقيقة في إجابة أكبر قدر من الأسئلة باستفادة علشان أنا بعتبر السؤال ده الحقيقة موضوع الناس كلها تستفيد منه وليس صاحب أو صاحبة السؤال فقط